السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هدنا ان شاء الله نتكلمو على فوائد كلوريد السوديون اللي هو الملح العادي ديالطعام في تربية الارانيب بمقاييس موزونة اذا قبل ما نتكلمو على المقاييس ديال الملح اللي ممكن اننا نعطيه الارانيب ديالنا نتكلمو اولا على الفوائد الفوائد هي في حقيقة ممكن اننا نتكلمو عليها بوحد طريقة غير مباشرة علاش؟ ان الملح ماشي هو يعني مني نعطيه الارانيب يعني كي يقويهم ولا كي يدر فيهم شي حاجة لا الفوائد ديالو كما قلت بهي طريقة غير مباشرة بحلاش الطريقة غير مباشرة وهي بزاف ديالي كومونتاز لاحظ كي يجيوني على حساب في القناة ديال ديال سومدي على حساب الارانيب ما كيبغوش يشربو الماء خصوصا المرضي عاصلي انه الى بغينا نتكلمو على الحليب ضروري الام خسا تشرب الماء وحتى الفيطان كيكونوا ناقصين في الماء ما كيبغوش يشربو الماء وخاكا حطوا لهم الماء ما كيشربوش الماء اذا ننهضرو على هاد الموضوع انه الطريقة المباشرة هي اللي غدي ننهضرو على هادابة يعني يلمشينا تحت تعطينا الانيب ديالنا الملح ملح عادي ديال الطعام ملح عادي ديال الطعام سموكي وقع وهو نديرو لهم واحد العملية ديال التعطيش كونوا متأكدين الارنم كيبغوش نديرلو واحد مثلا يقولوا ان الاكل ديالهم هو هادا ودرتو واحد قريصة ديال الملح مع هاد الماكلة هادى كي يكل كي يقيصو لسانو في الملح كيمشي مباشرة يشرب الماء يعني هاد القادية هادى ممكن ديالها الارنم ديال الفيطان لانه اغلبية كيجيهم الكوكسي ديال فزاف ولكن المهم في هاد الحلقة هادى وهو الامهات الموضيعات اللي ما كيبغوش يشربوا الماء وكيقل الحليب ديالهم في الحلامات سموكي وقع كيوقع ان الصغار ديالهم كيتضروا كيلقوا الوفايات ان هادوك الصغار علاش لانه رغم انه احنا نقولوا مثلا عدد الصغار قد عدد الحلامات ولكن مشكيل ديال انه الحليب قليل الحليب قليل راه من الماء الماء ما كتشربوش بزاف هي ما كتشربوش الماء بزاف الام ما كتشربوش الماء كتكون ماء ملاهية مع السغار ديالها مع الماكلة كتكون يالله ديك الدم في السمنة اللولة عدد كتغسل فراسها المهم وكيكون عاوتني المربيتة وكيعطيها يعني الذكر في ديك الوقيتة كتكون مهم كتكون الام ديرونجية وخاكتشوف لما قدامها كتكون بقى ما كتهتمش بصحتها كما في الاول اذا قريصة ديال الملح ممكن انها تفك هاد المشكلة بالاضافة ان ان الملح الناس اللي يعني اللي جربوه منهم انا لاني جربته كين هادروع بعض الفوائد وهو الناس اللي عندهم الارنب فيها التسلسل التسلسل وهو ديك السلسل اللي كتكون الارنب بدك يضعاق مثلا هادروع ديال الموضيعات من الموضيعات كيكونوا في اول اول ما كيولدو كيدعافوا بزاف يعني قليل ديال الارانب اللي كيولدو وكيغلاضو كيبقاوا بصحتهم اغلبية كتكون من فوخة تكتفش كتبلك يعني الارنب اولا مفشوش ما كيبقاش كم مكان اذا اسمه هي هاد القادية هادية هادية انه ما كيبقاش في النظام الغذائي السليم دياله ممكن ان هذا التسلسل اللي كيكون يعني عند الارنب الام الملح انه يفك الموش كيه واحتى فقدان الشاهية الملح هرا هو بمثابة فاتح للشاهية لان اسمه كيوقع الارنب كيكي يدوق هاداك الملح ويخلع جرعة صغيرة كيتمدل عليه الموضيع ما كيبقاش مويم كيمشي اول حاجة كيشرب الماء ما كيشرب الماء فمو كيكي تعود على الاكل صافي كي يقول لي كي ياكل مزيان كي يقول لي نورمال احنا كنقوله صافي الشاهية دياله رجعت اذا الملح راه عنده الفوائد دياله ولكن مشي تشدوا مثلا واحدة ملعقة كبيرة وتديروها مع مع شوية ديال الاكل لا راه نصف ملعقة كافية نصف ملعقة كبيرة كافية انكم تديروها مع كيلو ديال السكرين يعني خاص الارنبغي تدوق هاداك الملح اذا مشي تدوقه راه كي مباشرة كيمشي يعني الماء كي يشربوها بعدها هو اللغول كان فاقيت الشاهية كيتحرك يعني كي ياكل كانت الام المرضي عامة كتباش تشرب الماء ومديروها نجيها مع الولادة وهدي كي تدوق شوية ديال الملح في لسانها كاتمشي مباشرة كتشرب الماء النتيجة انه عندنا صيغة صيغار بصحة جيدة ان شاء الله اذا ندي الحلقة ديالنا بلا ما نطول عليكم كنظن اني وسط الميساج هنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة جميلة غادي الدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق طيبة احنا ديني في القناة كأننا عائلة وفعلا راحنا عائلة ان شاء الله خوة عند الله تكيو على زر جامب ساندونا بزر جامب باش نزيدوا القدام وما تنسوناش وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا